موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سيدي يا رسول الله يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها وبحق من أرسل جبال رواسية والأرض قد دركوتها ودحاها فأخرج منها ماءها ومرعاها ومن خلق النجوم وبدرها في كبة علياء أن تضياها لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أن تسمها اللهم صلي وسلم يا ربنا على من جعلته وسيلة للخير على من جعلته شفيعا لأمته ولا تنتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا اللهم أمين يا رب العالمين يتقدد اللقاء بحضراتكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما للناس عنوانا للوسطية والاعتدال منذ بدايته ما زال وسيظل برنامجا قائما على الوسطية والاعتدال يوضح للناس كل شيء ويبين للناس معالم الدين الصحيح ويشرح للناس من خلال علماء الأزهر الشريف الذين كانوا على هذه المائدة المباركة يبينون كل أمر يخص الدين فتعالوا بنا نسير في هذه الحلقة حول الندم توبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه ابن حبان وغيره وبنماجه الندم توبة يعني إيه الندم ويعني إيه الندم توبة وهل الندم له ثمرات ولا لا وكيف يتوب الإنسان إلى الله عز وجل وكيف يصبح المرء بعد هذه التوبة متمسكا لا يعود إلى الوراء الزنوب المعاصي ما تخضوش مرة تانية إلى التهلكة وإنما يسير على الطريق المستقيم مستقيما على هذه الاستقامة وعلى هذا السبيل الذي قاله الحبيب فيما قال رب العزة في القرآن كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الندم هو أن يندم الإنسان ويندم الإنسان على فعل فعله في معصية أو قصر في أمر من الأمور أو ارتكب إثما من الآثام والأوزار والمعصي فيأتي الضمير الذي هو في الإنسان هذا الضمير الذي من المفترض أن ينبض دائما ينبض دائما ويجعل الإنسان يستيكظ من غفلته ولا ينجرف في طريق المعاصي والأهواء ولا ينجرف ويركب كطار الأوزار والذنوب والآثام ولا يسير في أحضان المعاصي وإنما يترك هذا مقبلا على الله ولنا أن نتخيل هذا الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وأراد هذا الإنسان أن يتوب نفسه وضميره أصبح ينبض عليه أراد هذا أن يتوب والكصة تعرفونها وذكرت مرارا وتكرارا لكن الشاهد أن ضمير هذا أن ضمير هذا الإنسان أصبح ينبض عليهم تعالى شكرا